بعد مرور مئة سنة على زمن أحداث مسلسل فيكينغز بيجي مسلسل فيكينغز فالهالة عشان يحكي أحداث جديدة فهل ممكن تكون على نفس المستوى؟ هل ممكن تكرم أسطورة راجنر لوتبروك؟ هل ممكن تكون بالتحديد في مستوى المواسم الأولى اللي كانت متميزة جدا؟ أحياء عمري ما هعرف أن ما تفرقتش على فيكينغز كل الكلام اللي أنا بقوله ده أتجايبه من عن نيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل ومسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو الموسم الأول من مسلسل فيكينغز فالهالة فيكينغز فالهالة من أحدث مسلسلات نتفليكس الموسم الأول بيتكون من 8 حلقات كل حلقة في حدود 45 دقيقة 50 دقيقة وأحدثنا تاريخية ملحمية بس قبل ما ديكم فكرة عن أحداث المسلسل عاوز أشكر لكي إيجبت على رعاية الحلقة دي وأجب لكم منهم رسالة عيد الأم يا بيه عيد الأم يا هانم أكيد طبعا محترين تشتروا إيه عشان تفرحوا أمهاتكم بس لكي إيجبت حينقذكم من الحيرة دي موقع لكي إيجبت دوت كوم بيقدم لكم مواقع كتيرة جدا تقدروا تشتروا منها كل اللي ممكن يخطر على بلكم أونلاين مواقع زي أمازون وجوميا باثن بادي ووركس وفيسز ايتشانام وأمريكن إيجل يعني أي هدية ممكن تخطر على بلكم تقدروا تشتروها من على لكي إيجبت دوت كوم أهم حاجة بيقدمها لكم لكي إيجبت دوت كوم هو إنه بيرجع لكم لحد 20% كاشباك على اللي حتشتروه بس تشتروه إزاي بقى؟ العملية بسيطة جدا إنتوا حتفتحوا موقع لكي إيجبت تختاروا الموقع اللي عاوزين تشتروه منه وحتكملوا عملية الشراء بشكل عادي جدا والكاشباك هيوصل لكم فيه خلال 17 يوم بس وده بالمناسبة أسرع موقع ممكن يرجع لكم كاشباك تقدروا طبعا تستفيدوا من الكاشباك وتسحبوه بأكتر من طريقة من خلال تحويل بنكي أو تسحبوه من خلال أمان أو تستخدموه على أبليكيشن لكي وتشتروه من عروض الكاشباك ده غير إن موقع لكي إيجبت بيقدم لكم أكواة خصم على مواقع مختلفة بتديكم خصم مباشر وإنتوا بتشتروه موقع لكي إيجبت كمان حيديكم هداية 50 جنيه لما تسجلوا وتعملوا أول عملية شراء والجديد بقى هو إنكم لما ترشحوا موقع لكي إيجبت لحد من أصدقائكم ويسجل هتاخدوا برضو هداية 50 جنيه على أول عملية شراء هو حيعملها فسجلوا على موقع لكي إيجبت من اللينك اللي في الديسكريبشن دلوقتي حالا وفرحوا ممهاتكم بهدية في عيد الأم وأحداث الموسم الأول من مسلسل فيكينغز فالهالا بتبتدي بهدية برضو بيقدمها الملك إيثل راد لشعب إنجلترا لما بيقرر يتبح كل الفايكينغز اللي عايشين في البلد والمذبحة دي بتثير غضب كل أبناء الفايكينغز اللي بيقرروا يكتمعوا تحت راية الملك كانوت ويقوموا بغزو إنجلترا انتقاما على المذبحة وأهم أعضاء حملة الانتقام ديات هو بالطبع الملك كانوت ملك الدنمارك ومعاه هارالد سيجردسن اللي عنده انتقام شخصي لأن أخوه كان على رأس ضحايا المذبحة وأنا هنا أقصد أخوه الأولاني مش أولاف هارلدسن اللي برضو يعتبر من أهم أعضاء حملة الانتقام وأثناء التحضير لجيش الفايكينغز في كاتيجات بتظهر وجوه غريبة من جرين لاند عندهم أهداف تانية خالص غير الانضمام لتحضيرات جيش الفايكينغز فيترى إيه اللي حيحصل أول حاجة لفتت نظري في الموسم الأول من مسلسل فايكينغز فالهالا هو استدعاء روح التاريخ تاريخ القرون الوسطى في أوروبا العنف والدموية والقصوة اعتياد الحروب والمعارك والحملات وأتصور أن ده ممكن يكون عنصر جذب مهم جدا لمحبي مسلسل فايكينغز الأصلي اللي زي ما قلت أنا شخصيا ما شفتوش بس شفت حاجات كتير مشابهة في مسلسل صغير كده كان اسمه جيموف ترونز باستثناء الشق التاريخي والواقعي طبعا وأتصور برضو أن ده كان من أهداف مسلسل فايكينغز فالهالا استثمار الأرضية الوسعة اللي فردها مسلسل جيموف ترونز واللي تعتبر بشكل أو بآخر دلوقتي حالا فضية ولكن الاستثمار ده كان على تديق شوية عدد الشخصيات مش كبير قوي الأماكن اللي بتدور فيها الأحداث أغلبها متكررة استعراض الصرف والميزانية والإمكانيات بكل تأكيد ما كانوش من أولويات نتفلكس مع المسلسل ده على الأقل في الموسم الأول والتبسيط ده أغلبه ممكن يكون منهك تناول وما يبقاش فيه مشكلة بس في بعض الأحيان كان بيسبب مشاكل لما كان بيفصل اللي بيحصل ده عن الواقع اللي ممكن نصدقه المسلسل صور لنا انجلترا كلها زي ما تكون كبري وفيه استراحة في الآخر تعامل مع الصفر ما بين البلاد المختلفة زي ما يكون سطر في السيناريو قدم أحداث تاريخية مثيرة جدا في جملة على لسان واحد من الشخصيات عيوب محسوسة وسهمت جدا في إعطاء الانطباع أن نطاق المسلسل ده ديء ولكنها للمفاجأة ما أخدتش نقط كتير من تجربة المشاهدة لأن دراما الأحداث كانت جيدة جدا المسلسل عوض العدد المعقول من الشخصيات بأنه اداهم عمق كبير اداهم تاريخ ودوافع اداهم عدد مبهر من الأبعاد المسلسل مش مجرد سراع ما بين الفايكينجز والساكسنز وخلاص معسكر الفايكينجز في حاجات تانية كتير بتحصل جواه لأنه في الأساس معسكر منقسم ما بين الوثنيين والمسيحيين اللي فيهم شخصيات متشددة جدا ومش عايزة تتفاهم واللي فيهم شخصيات بتحاول تعلي المصلحة العامة واللي فيهم شخصيات عندهم قدر كبير من الارتباك داخل أروقة الساكسنز برضو فيه مشاكل كتير فيه ألعاب سياسة ولاء فيه تغيرات في مقاييس السلطة والقوة ولما الجبهتين المعقدين دول بيختلطوا بنشوف أحلى كلام فيه إيقاع جيد جدا وممكن يتقال عليه سريع النقطة اللي كنت بتصور ان احنا ممكن نوصلها خلال حلقتين تلاتة كنا بنوصلها في نص حلقة من غير ما حس كمشاهد ان فيه تفاصيل جرينة فيها بخلاف الأحداث المثيرة المهمة اللي اتحكت وخلاص دي وده عيب بيظهر بالتحديد في الحلقات الأخيرة من الموسم يعني لو حنحط الأمور في الميزان أقدر أقول ان الحلقات الأربعة الأولى عجبوني أكتر من الحلقات الأربعة الأخيرة في الموسم الأول هو احنا أصلا مجازا نقدر فعلا نعمل الفصلة دي في الأحداث نقول ان الحلقات الأربعة الأولى كانوا فصلة أول والحلقات الأربعة التانية كانوا فصلة تاني فصل بيوصلنا لنقطة حسم مهمة وفصل بيوصلنا لنقطة حسم مهمة حتى الطبيعة العامة للأحداث مختلفة شيء ممكن يكون موربك ولكنه للمفاجأة كان سهل جدا في المتابعة لأن المسلسل ركز على بصلة تلت بصلات عشان أكون دقيق هارالد وفريديس وليف هم دول أبطالنا هم دول اللي بيخودوا الرحلة اللي مطلوب مننا نركز عليها والحقيقة كانت اختيارات من أرواع ما يمكن لأن فعلا بالتركيز عليهم ممكن نركز على أماكن مختلفة للأحداث وما انتهش ولما بنروح لأي حد فيهم ما بنحسش ان احنا وحشنا الكنين التانيين خصوصا وان الصراع الكبير اللي احنا جواه بيحطهم في تنائيات جميلة جدا كل حد منهم بيخود رحلة أو تجربة وبيرجع مش نفس الشخص والتركيز عليهم ما بيقللش من قيمة الشخصيات المسندة أقدر ببساطة أتكلم عن 7 أو 8 شخصيات ليهم نصيب كبير من التركيز وجوانب مهمة جدا بتخليهم مثيرين للاهتمام يعني بالبلد أبطالنا الثلاثة شخصيات مهمة جدا ولكن البهارات اللي بجد موجودة في الشخصيات المسندة شخصية زي جودوين مثلا اللي بيفكرنا بشخصية صغيرة برضو في المسلسل الصغير اللي اسمه جيموفترونز اللي كنت بتكلم عليه وفيه تشابهات تانية كتير بس ما حستش فيها برخصة أو استسهال خصوصا وإن الدقة التاريخية لأحداث المسلسل ده موجودة والشخصيات اللي أنا ذكرتها دي كلها ليها صفحات في التاريخ وده رفع جدا من درجة اهتمامي بمتابعة الأحداث المسلسل انتهك فلسفة متيرة للاحترام في تناول محتوى العنف عنده جرأة في الدموية والمحتوى الصادم بس مش لدرجة السادية اللي كانت موجودة في جيموفترونز ده ممكن يكون متناسق مع تقاليد المسلسل الأصلي فيكنز بس زي ما قلتلكم أنا مقدر شحكم على ده بس على العموم درجة الشجاعة للمسلسل اتباعها محسستنيش ان هو بيخاف يوريني حاجة وبالتحديد على مستوى التجربة البصرية في لقطات وبالتحديد في الحلقات الأربعة الأخيرة من الموسم الأول ممكن تبقى صادمة جدا بس اللي بيعور في الذهن فعلا مش كمية الدم ومش كمية الأكل السؤال دايما هو مين اللي بيتقتل وزاي دي الحتة اللي بقول ان المسلسل فيها كان رائق شوية محتوانا الحربي جيد جدا مع الوضع في الاعتبار النطاق الداية اللي أنا بتكلم فيه الحلقة الرابعة بالتحديد حربيا رائعة احترمت فيها مطش الشطرنج اللي تم تقديمه جيم حلو قوي ومعقد إلى حد كبير تصميم المعارك اللي فيه كان كويس جدا فلسفة التصوير والمونتاج كانت موفقة اختبرت معاه لحظات حبس أنفاس ما كنتش متوقعها وتم استثمار كل الخلفيات اللي تم تقديمها عن كل الشخصيات كمان مرة مش عارف إذا كان دا من موروثات مسلسل فيكينجز ولا لأ بس أنا بشكل عام حسيت أن المسلسل دا بيحاول يوصل رسالة للمشاهد إنك لو ما تبعتش المسلسل الأصلي مش هيكون عندك مشكلة دي أحداث جديدة تماما ما فيهاش أي اعتماد على ما سبق وأنا أشهد للرسالة دي مع استثناء واحد الجغرافيا أحداثنا بتشير للدنمارك للنرويج لجرين لاند لانجلترا والأماكن تانية بأسماء قديمة معرفش المراضف بتاعها إيه في وقتنا الحالي إدراكي وأنا بتفرج لعلاقة الأماكن دي ببعض كان شبه مع دون حاجات بنسافر لها في حلقتين ثلاثة وحاجات بنوصل لها في جملة أنا خرجت من الموسم الأول بالكامل للأسف معرفش مين فين واللي فهمته من بعض الأصدقاء في الستريم إن دا كان مشروح كويس في مسلسل فيكينجز فنقول مشكلة إضافية ولكن مش مشكلة كبيرة الأداء التمثيلي للجميع جيد جدا مع نقاط خاصة للمستوى الرفيع اللي قدمه كين كانوت وأولاف هارلتسن بس بشكل عام ما اعتقدش إن أنا وجدت أي نوع من أنواع التواصل مع أي شخصية حتى أبطالنا الرئيسيين وهما في أشد لحظات الخطر ما كانوش فرقين معايا قوي وده على الرغم من إن اللي تقدم لهم كان كافي ووافي فدي مشكلة لو في حد حيحاسب عليها حيبقى الأداء التمثيلي عشان كده بقول جيد جدا ومقدرش أقول ممتاز عجبني كمان جدا في المسلسل ده إنه بيتبع المدرسة القديمة في التحضير والعرض يعني إحنا من دلوقتي عارفين إن المسلسل ده كله على بعضه 24 حلقة 3 مواسم كل موسم 8 حلقات الموسم الثاني تم تصويره بالفعل والموسم الثالث بدأ التحضير ليه بالفعل الفرق ما بين كل موسم والتاني مش حيعدي سنة حنتفرج على الموسم الثاني وإحنا لسه فاكرين شوية من الموسم الأولاني ألعاب المط والاختراع يبدو إن ملهاش مكان في المسلسل ده وأنا شايف إن دي نقطة مهمة جدا تشجع الجميع على متابعة المسلسل الجميع للمسلسل ينسبهم طبعا لأن المسلسل زي ما اتفقنا فيه محتوى عنيف وقاسي جدا وفيه محتوى جنسي كذلك بس الفكرة الرئيسية إن واضح جدا أنت بتمضي على إيه عارف العلاقة دي حتدوم لحد فين وعلى قد 16 حلقة كمان من اللي أنا شفته أنا تمام جدا الموسم الأول من مسلسل فيكينغز فالهالا كان جيد جدا وده كلام جاي من واحد أصلا ما بيحبش حلقات المسلسلات الطويلة زمن الحلقة المفضل بالنسبالي هو 25 دقيقة ولكن المسلسل ده ما حسستنيش بالزهق إطلاقا حاجات كتير كانت ممكن تتعمل بشكل أفضل وأتمنى إن فطورة الإنتاج تكبر شوية في الموسم التاني فنحس أكتر بالنطاق نستوعب أكتر الأبعاد الجغرافية ونرأي الحدوتة بتاعتنا لمكانة الملحمة لأن الصراع بتاعنا جيد جدا والأبعاد بتاعته متعددة يؤسفني بس إن أنا في أغلب الأحيان حاسس إن إحنا بنتخانق في قوضة وسايبين بقية الشقة تقييمي للموسم الأول من مسلسل فيكينغز فالهالا هو سبعة ونص من عشرة وده تقييم مرتفع جدا وهو جاي من واحد معروف بعشقه للمسلسلات منقشة الحلقة إيه علاقة حضراتكم بالفايكينغز شفتوا المسلسل الأول شفتوا المسلسل الجديد ما شفتوش حاجة خالص شفتوا كل حاجة ياريت تساهموا باللي شفتوه في الكومنز ورأيكم فيه ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وإنستجرام وبي بوي